اهلا بكم من جديد في هذا الفترة ان شاء الله هنتكلم عن موضوعات مهمة خاصة بالجهاز الهضمي وايضا خاصة بجراحات السمنة هتكلم عن ارتجاع المريء ارتجاع المريء عرض او يعني مرض من الامراض اللي اصبحت بكل اسف برضو شائعة جدا الناس يعني اللي بيصاب مشكلة ما في المريء يقول لك انا مش مرتاح انا تعبان يأكل وينامت بقى مشكلة كبيرة بيبقى يعني دلوقتي كنا بنشوفها زمان في سن متقدمة شوية الان بنشوفها في سن اقل شوية هنتكلم عن ده بالتفصيل هنتكلم عن الوقاية والجديد في العلاج وكمان هنتكلم عن يعني جراحات السمنة اللي زي ما بنقول ما اصبحتش فقط لعلاج السمنة في حد ذاتها ولكن ايضا في بعض انواع الجراحات تكميم او تكميم المعلقة وتحويل المصار بتبقى حل يعني لرفع مستوى الصحة بقى في الانسان بشكل عام وبرضو علاج بعض الامراض اللي هنتكلم عنها للتفصيل يسعيدنا ويشرفنا ان يكون معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة لرد على كل تساؤلاتكم الاستاذ الدكتور محمد محفوظ الاستاذ مساعد جراحات السمنة والجهاز الهضمي بكل طب جامعة عين شمس اهلا وسلم دكتور محمد زي ما قلت في البداية هنبدأ ان شاء الله بارتجاع المريء بما انه يعني بكره بقول شائع ويعني عاوز اقول لكنا زمان فعلا بنشوفها او بنسمع يعني من حتى الاباء او الاجداد او غيره بعد ما يتقدم السن جامد يعني نقول ستين يعني خمسة وخمسين ستين ست سبعين يبدأ اشتك دلوقت بنشوفها في سن اقل شوي يعني اه اقول لي وضح لي اذا كان الاحساس ده صحيح ولا خطأ وايه كمان مقصود بارتجاع المريء اه بسم الله الرحمن الرحيم هو المريء طبعا عضو اه صعب جدا التعامل معي لانه هو موجود في ثلاث حتت في الجسم اهه بيمور في ثلاث حتت بيمور بالرعبة بعد كده بالقفز الصدري وبعد كده في المعدة اخر خمسة سنتي اه في البطن السوري اخر خمس سنتي موجدين اخر البطن فهو عضو مختلف شوية عن بعض العضاء اللي عادية يعني نتعامل معها اه também فالحركة دي بتئدي له يعني Shakespeare بتدخله في وضع special شوية سوية في الجراخات بتاعته او في العلاجات بتاعته اه ايه لكن هو يعني النقور هو عضو اه خاص بالجهاز الهضم وكنه اه ارتجاع المريء طبعا ارتجاع المريء تعريف ranir في مكان غير مكانها طبعا ده اللي بيسبب بالمشكلة طبعا مؤلم وحارق يعني بالضبط طبعا كلنا بيحصل لنا ارتجاع عرضي المريج دي حاجة عرضية كلنا جربناها قبل كده لقعد فينا كالاكلة تقيلة كالاكلة ونام بعديها على طول كالحاجة المأليات والكلام ده كله بالضبط او حاجة حرائة انا قد دي كلنا بتعمل لها الارتجاع العادي في المريج طب هل ده محتاج عليك طبعا لا اكيد يعني ده حاجة عرضية حاجة بالضبط وتفاعلية لها متصلة بحاجة حاجة وقتية وتختفية انما في ناس معينين عندهم حالة مرضية ان الارتجاع ده مستمر بيحصل معاه كذا مرة في الاسبوع كذا مرة في اليوم بطريعة منتظمة سواء كل او ما كلش سواء كل ونام او منامش بعد الاكل كل الحاجات دي تبقى ايه اعراضية؟ بالضبط نتكلم عن الانواع بسيطة حتى من الاكل مش لازم يكون اكلة من اللي بيسال ايه اعراضي القصة دي طبعا اول حاجة ان هو عنده حرقان في صدره دايما او فم المادة في المنطقة دي لان الحمض اللي موجود جوه ابتدى يرجع في مكان مش طبيعي ان هو متواجد فيه بدأت الجسم يشعر به بالضبط مش مؤهل ان هو يستقبل الحمض ده اصلا بالضبط بزي المادة الكوية بالضبط انسان بيحاس بحرقان في صدره طبعا جاند جدا حرقان ده قد يمتد الحاد الرقبة فوق طبعا ويعدي الصدر كل يوصل للرقبة فيه دي العراض اللي هي العراض الاساسي الرئيسي اللي معظم الناس بيشتك منه ده بيأوقع الانسان ممكن يأوقع عن الحركة فعلا عن عمله عن ان هو ينام طبعا احساس بيوصل ساعات من الشدة ان هو بيعمل الالم شديد جدا في الصدر ساعات بيخلط بينه بالضبط علام شديدة زي علام الزبحة الصدرية فبتدي المريق نفسه يحصل فيه تخلصات شديدة ده العراض الاساسي اللي دايما موظم الناس بيشتك منه فيه عراض تانية مش اساسية ومش شيع قوي بالذات لما يبتدي الموضوع ده باكرونيكا ومزمن يبتدي يظهر معنا حاجات تانية خلص ايه الحاجات التانية ان الحمض ده يبتدي يرجع على الزور نفسه من فوق يبتدي يعمل تهاب وتقاروحات في الزور زي اللي بتيجي مع البرد يبتدي خش على السنان يعمل تأكل في الاسنان فيه ناس بتيجي وعرضوا عندها تأكل في الاسنان وممكن مكونش حاس بحمودة شديدة بس حاجات خفيفة كده ومعها تأكل في السنان ممكن يبتدي خش جوه القصبة الهوائية نقط منه يعمل تأبات رأوية بالضبط يعمل شرقة يعمل تأبات رأوية يعمل كحة مزمنة ملاش سبب وده غريب شوية يعني فيه بعض الناس بيجي اشتكي انه وعند كحة مزمنة روح لكل بالضبط اخلات كل علاجات وكل حاجة وملاش ملاش ملاش حسير ارتجاع المارية بالضبط ويهي سبب الاساس ارتجاع المارية طب معنا الترفين مكمل يا دكتور عليكم سلامة وبركاته اتفضط اتفضط معاك الدكتور محمد اتفضط ماشي ازاك دكتور محمد حضرتك حضرتك انا عندي عندي سكر وبعدين سمعت على احد القنوات اللي هو اهاب توفيق اهاب توفيق بيغني عن علاج لمرض السكر هل يوجد علاج لمرض السكر يرضي علي نهائيا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فضل لدك خدنا نتسكة تانية انا اتكلم عليها في موضوع جراحات السنة انا اتكلم على الموضوع ده ان شاء الله من التهابات المريء كلها مسميات بنسمعها موضوع تانية خالص تدخم طلعات دموية اسفل المريء ممكن يحصل بسبب دموي وحاجة خطيرة جدا لازم تعالج بازري تكون موجودة مع فيروسات الكبد وتلايف الكبد كل حالة سنوية تلايفات الكبد اه بالزبط اتدي جيله دوائل المريء اه بيحتاج طبعا دخول المستشفى وتدخل سريع جدا ده غير ارتجاع المريء ارتجاع المريء قصة تانية احنا مجرد الحمد بيخش جوه المريء يعني اقول طبعا مضعفاته اللي تحصل بعد فترة التهابات المريء بتيجي من ارتجاع المريء اه علاقة طبعا ارتجاع المريء شديد جدا لان بعد فترة بيبتدي الحمد اللي خارج ده يبتدي ايه ايه ديكحة شوية في جدار المريء واحدة واحدة يبتدي يعمل فيل تهاباتش دي ده قوي وبعد فترة اه بالزبط تتنقلب الى تقاروحات وبعد التقاروحات دي لابتهم فترة جديرة برضو وما تتعليكش يبتدي يظهر حاجة اسمها بارت بارت او نسيج بارت ان النسيج نفسه بتاع المريء يبتدي يتغير يتحول الى نسيج تاني خالص مش المفوض ان هو يكون موجود في المكان ده طبعا دي اخطر خطوة لان زهور بارت او الزبط بيحصل بطرقارات جنيه في الخلايا تبتدي تتحول لأمراض خبيثة خلينا نقول مريض ارتجاع المريء في الاول طرق تشخيصه ازاي علشان بما انه زي ما قلنا كده المريء بياخد جزء كبير طرق تشخيص ارتجاع المريء واسلوب العلاج واسلوب الحياة كمان ايه احناbagsول لأسباب اللي هي بتسبب ارتجاع المريء يه طبعا في ارتجاع ملوش سبب بصراحة الاسباب اللي شاهعة ان يرى فيه قسر في المريء نفسه فيبتدي جزء من المريء ياخش جوة الحجاب الحاجز وده اللي احنا نقول عليه فتئة في الحجاب الحاجز او مش لازم يفئه قسر مجرد فتحة او بابت الحجاب الحاجز اللي هي بتعدى المريء من الصدر اللي البطن يحصل فيها مشكلة او توسع وتبتدي ترجع جزء من المعدة يخش جهر قفص صدري في مكان مش مفوض يتوجد فيك خالص فأول سبب هو فتح الحجاب الحاجز طبعا ده أهم الأسباب يعني تمام تمام في ناس ما عندهاش فتح الحجاب الحاجز بس عندها ضعف جديد في عضلة المريق قد يكون لي سبب وقد يكون ملوش أي سبب من الحاجات المشهورة جدا طبعا ليه بتعمل ضعف جديد واختورة شديدة جدا في قصة دي السجائر تدخيل طبعا بيضاف عضلة المريق ده جزء بيزود الحامض اللي خارج من المعدة ده جزء تاني بيقلل عامل أو جدار الحماية المخاطر اللي موجود على المريق والمعدة تماما فببتدي فبنسمع كمان ان اللي عندهم ارتجاع مريق ومدخنين قد يكون عرضة لأورام المريق شكل أكبر طبعا لأنه هو بيعمل حاكتين السيارة بتعمل حاكتين أولا بتزود الارتجاع فبتزود نسبة حدوث الأورام ثانيا هي تعمل مشاكل في الجينز بتعمل أورام حتى لو عندهم ارتجاع هي رح تنشئ أورام من أول جديد يعني طبعا فدي من أخطر الحاجات طبعا السيارة من أخطر الحاجات يعني طبعا السيارة من أخطر الحاجات يعني طبعا الحاجات التانية طبعا الناس اللي هي بتاكل طول الوقت بقى أكل حراء أو أكل في أحماض كتيرة خالب كميات كبيرة طبعا كل الحاجات التئيلة بتزود نسب الارتجاع فمشروبات معينة زي الشاي لأهوة بكميات كتيرة الحمر طوعا يعني مرأه اخطر حاجات ديت طوع بشيارة في الشاي والقهوة الشاي والقهوة بكميات كبيرة اه يعني شكولاته بكميات كبيرة كل الحاجات دي مفروض أن مريض ارتجاع المريض بابعد عن الحاجات دية يتفادع بقدر الامكان حتى لوما يشرب يشرب كيميات قليلة مش بكميات جرع علو هلو ايوة فضالي ايوة فانت منا كان واجني شامسة و تشعين و بعدين عملك رجيم و صرت لسابعين بس سابعين بس سابعين كتبت كتباكل و برح يجع بالعين مثل عمي ايوة يعني قصد ان انا رجع يعني كتباديعك من نفس المظلعة وبص الأكل ايوة اسوالي بقى بس يعني الترجيع ده حضرتك كايدروني الحالة الترجيع ايوة 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 لان بعد شوية عضلت المريقة تضعف ايوة 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 بزبط لها ايوة 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 الشكرتات ايوة 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 المريض ايوة 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 لا تستجيب العلاج مباشرة على جراحها ايوة 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 عمكة المرضى لو الحاجات العادية لو فيه فتأ صغير في الحاجات الحاجز معهش حاجة كبيرة ارتجاع ملوش سبب واضح بنبتدي معاه بعلاج طبي طبعا بنقول الكلام اللي احنا قلناه من شوية الحاجات المتابعة النواية بدعان عشان خطط المرمطة دهارش وبعد كده بندي علاجات كتيرة جدا عندنا كم مرهيم من علاجات ظهر كلها نتاجة كويسة جدا مش وحشة بتحسن الارتجاع بتقلل الحمودة اللي خارجة من المعدة وفيه حاجات عرضية بتغطي اسفل المريء عشان خاطر حتى لو فيه ارتجاع في الفترة الاولادية يبقاش اه 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 اي اعملش مشاكل طبعا يعني وبعد كده بعد فترة بنشوف بقى لو الامور اتحسنت على العلاج خلاص فيه انواع كتيرة من المرضى فيه مريض هتحسن على العلاج ويخف خلص هممدي العلاج من 6-13 لأسبوع لو تحسن تماما وما فيش مشاكل بنوقف العلاج وخلاص على كده مشاكل المشاكل عليه طوال فيه مريض تانى ما بيتحسنش خلاص من الاول وفيه مريض تالت بيتحسن ويمشي كويس اوي واول ما يوقف العلاج يبتدي يرجع طيب كل واحد ليه تصرف غير التانى اللي زي ما قلنا على اللي يتحسن خلاص والامور مش كويس بنوقف العلاج خلاص وما بنحتاجه مش تانى طيب المريض اللي هو يعني خذ العلاج فترة وتحسن بعد كده وقفه ابتدى المرض يرجع تانى ده بيمشى في سكة من اثنين ياما بنكرر العلاج لفترة اطول وبنشوف ياما بيمتدي نتاجى ناحية الجراحة الجراحة هنا بيكون هدفه بقى دكتور ااما مش راحة هقول او فيه مريض متحسنش خلاص من الاول بقى وما فيش فايدة في العلاج خلاص بنبتدي بعد كده نخش اه اه افتجاه الجراحة ايه فكرة الجراحة عممتا فيه عمليا كتير او بتتعمل يعني حوالي 12-13 عمليا بس انا نتكلم عن العملية الرئيسية اللي هي الاستندر بتاع العلاج بتقول اللي بيعملها دلوقتي او احسن حاجة يعني العملية دي اللي هي بنقول عليها التفاف المعدة بالحوالي المري اه ايه فكرة بتاعتها اه دي بتخش بالمنزار مش بنفتح زي زي زمان زي بات فتحتها جبيرة شوية كانت عملية مؤلمة دلوقتي مفيش خالص بتبقى خروم صغيرة خالص بالمنزار وتتم العملية قولها بتريح العمل لكن هي افضل طبعا من وسيلة الجراحة الكلاسيكية التقليدية الفاتحة هي العملية دي بالزات من العمليات اللي حضرتك يعني لا تقارن المنزار فيها بالجراحة موضرش يقارن ده بدأ يعني ده حاجة ده حاجة تانية تماما ايه من ناحية القلم من ناحية تحسن حال في مريض حتى من ناحية العملية نفسها بتقامل احسن من منزار منزار بيبقى مكبر وبقدر لوصلنا ان احنا بمشتغل في حتة عميقة شوية جوه البط بوضوع تام اللي هي صعب جدا في جراحة بيقى مؤلم للمريض بعد العملية والجراحة عندنا جزء من المعدة مط جوه القف الصدق وفتحة واسعة مرتينها الجزء ده فالفترة كلها احنا بنصلح اللي حصل ده احنا بنسلك المنطقة دي كلها ونرجع الجزء ده جوه البطن زي ما كان ونبتدي ندايق الفتحة اللي خرج منها ايو عشان ميرجعش تانية بالزبط في الحجاب الحاجز والجزء الاخير ان احنا بنلف جزء معين من المعدة حوالين اسفل المريق بيعمل عضلة جديدة اكن في عضلة مريق موجودة سليمة كمان بيفتح ساعة الاكل ونازل ويقفل تاني زي العضلة اللي كان ربينا سبحانه اللي ربنا بديها لنا عشان خطر نعيش بيها بحيث الاكل مايرجعش فاحنا بنحاول احنا ايه نرجع الصفة التشريحية بتاعت المكان وده ممكن لدك يعني اصد المسالة انه اعمل صمام جديد او الحتة دي ممكن وبيشغل طبعا 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 المريض محتاج لعملية الفكرة في العملية دي مين محتاجها اللي محتاجها بيستفيد استفادة رويبة جدا بالعملية مين اللي محتاجها بقى العيان اللي هو عنده فيها الارتجاع مزمن في المريء بقاله فترة طويلة وحركات المريء بتاعته يعني المريء بتحرك كويس لما لو في ضعفة حركات المريء طبعا لها عمليات تانية احنا مش هاخد في تفاصيلها يعني طبعا مختلف عن العملية اللي هم بأشروع قديق بس اكثر شنوعا وافضل نتيجة احسن نتيجة طبعا فيهم اللي هي اسمها لاب نيسن او عملية نيسن شخصة مختلحة يعني العالم اسمه نيسن دي من احسن عمليات اللي هي بتعالج ارتجاع المريء طبعا ممتاز ده الاسلوب الجراحة ما بعد الجراحة هل فيه بعض النصائح بعيس انه يستفاد المريض اخصى استفادة من جراحة علاج ارتجاع المريء طبعا احنا طبعا بفهم المريض الاول ايه اللي يحصل بعد الجراحة هبتدي يحس بحاجات معينة صعوبة في البلعة في الاول لان هو انت حريك بتكلم في واحد مفيش عضرة مريء خالص كانت شارع طلع داخل وفجأة بقى في حضرة اه فيه صعوبة في الاكل فيه ساعات اللي معرفش يتكرر على الغزاب تتحبس جوه المادة فترة الاولانية ده عادي ان ده يحصل بعد كده واحدة واحدة بتحصل من 3 ل 6 شهور بعد كده بس هو احنا بنعمل عملية دي اساسا حياته عزاب ده جزء عشان المريض جزء التاني ان بعد فترة يبتدي يحصل اورام عملية صعبة جدا عملية صعبة جدا يعني طبع ده لو انفع عملية كمان فانا عشان اتفادى بأمر الله تفادى الكلام ده كله بعد كده الوضع بيختلف تماما لو اقدر اكل اللي انا عايزه بقدر انام اتحرك اعمل اروح شغني انا مرتاح نفيش الكلام ده كله خالص وبنحاول ان اتفادى طبعا الاكل اللي هو المهيج بالذات في الفترة الاولانية اطبع العضلة بستكت بالضبط وبعد كده خلاص اه دكتور اللي بتعامله مع اه ارتجاع المريء بفقط الحاجات الاستحلاب اللي احنا عارفينها اللي بتبقى طعمها اه فقط عند الحاجة عند النزوم ده نشخصه على انه يعني هو اكل وبعد كده اه حاجة حرق او ان كان سببه وحاسس بشوية تعدم راحة فخد وبعد كده ارتاح الامر تمام ده تكراره بالشكل ده هل معناه انه لا محتاج علاج اقوى طبعا لو لا ان الموضوع بتكرر يعني كل شوية كل شوية بتكرر يوميا بيعمل ده يوميا طبعا ده محتاج علاج وبياكل في الجدار بتاعه وكل حاجة بس انا مش حاسس بواجهة فهوصل لمرحلة من انتقرب دماء يعني ما اجي اشتكي بقى تبقى لمرحلة نفس فكرة الناس اللي هو بس الواحد ده بكوحة مزمنة هو ده مش اشتكي بارتجاع على حاجة اه اه بيقعد يدف على خمسين صدرية زي ما قلنا هو مش حاسس بعلام فعلا هو ده نفس فكرة الشخص التاني اللي بياخد علاج عرضي بس بتعليق شعيد من ال ده مش علاج لا ده مش علاج العلاج بيبقى العلاج طبعا بقى فيه علاج دوائي علاج دوائي ده هدفه زي ما قلنا فيه حاجات بتقوي عضلة المريق شوية تخليها قوية شوية فعمترجعش الاكل ده جزء التاني ان احنا بندى مواد تقلل الحمد اللي خارج من المعدة فلو حصل ورجع نعملش التعليق متأثرش على حتة انه اما أقل الحمد متأثرش على جودة هضم التعار لا مش قوي اعملوش بقى كل شوية ساعات بتاعمل حاجات بسيطة طبعا وضعها في الاخر لانه ربنا سبحانه تعالى خليقنا بالحمد ده ليه ليه وظيفة طبعا اما الليله واكيد ده يحصل يعني مش هجزب يحصل ها طبعا مشاكل لازم بس ما لا تقارن بمشاكل اللي هتحصل ومش لازم كل نسب العلاج ده يعني قد يكون علاج بس العلاج التهابات المريق نفسها وفيه عدوية مش بتقطع الحمد بلنسبة 100% بتقطعه بالنسبة بسيطة خالص لا تؤثر على عمل اه خفيف جدا ايه تمام تمام